بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غاية تكونوا ملح رب يحفظكم وينجيكم يا رب البنت اللي معطل عند زواج الولد اللي معطل عند زواج الولد اللي ما عندوش حد البنت اللي ما عندش حد في القسمة إن شاء الله يكون عندكم خير إن شاء الله ويتفرحوا وتساعدوا بإذن الله ولكن غادي ندوموا على صورة طه مدة 21 يوم كل ليلة من مشي النام أو صورة النور صورة النور ولا صورة طه ثم في الخسيار أو صورة يوسف اختاروا وحدة فيها وخلوها ككل ليلة غادي نقرأ نقرأ صورة أو نختار ورد يومي لباش يتفتح لي الناصيب ديالي وفي نفس الوقت الورد يقولي أي دعاء طلبتيه أي دعاء درسي غادي يتحقق لك بإذن الله لأن إلا كان عندك ورد يومي سبحان الله ستفتح لك واحد الباب ديال إجابة في الدعاء غادي ناخده اسم اللاطيف كاسم غادي يكون عندي ورد يومي لفتح الناصيب ويجلب الحد إن شاء الله اسم اللاطيف سبحان الله بالعدد اللي غادي نعطيكم مرائع وأكثر من رائع تجلب الحد تجلب الرزق تجلب الحاجة اللي تمنيتها تعطيها لك الله أول حاجة غادي ناخد العدد اللي غادي نعطيكم غادي إن شاء الله غادي نقراه مية وتسعود وعشرين مرة مية وتسعود وعشرين مرة إذن غادي ناخد ديك الورد من مورا العشاء نقرأ الصورة اللي بغيس إما صورة النور ولا صورة طهة ولا صورة يوسف كي اللي تيقرأ صورة يوسف وصورة النور وصورة طهة لأن هادو غادي حيدو لك العوارد ولا يكون عندك عارض ولا يكون عارض عندك سبحان الله تتلاشى وتضعف وتخليلك سبيل سبيل أنك تمشي تشوفي حالك وتبدأ يضعف وفي نص الوقت تحاولي أنك الدومي عليها ولو تزوجي بقيت دومي على هذا الورد إذن الناس اللي تبعو الأوراد سبحان الله تفتح لهم الله باب النصي في كل الأمور إذن أحباباتي تنقول أنا الناس اللي بغين يديروا واحد الوصفة اللي تكون رائعة وفي نص الوقت ما فيهاش لشركيات للتجهجة فيها غير كلام الله وعشبة رائعة أو ججع وشوب أو ثلاثة اللي رخاصة عند العطار ما غاديش تسنى يتمشي عند كاهن أو كاهنة يفتح لك نصيب أو يقرى لك أشنو عندك غادي تديري توكلي على الله وتوكلي على إحساسك توكلي على نصيبك توكلي على حدك توكلي على الله اللي غادي يفتح لك النصيب غادي ناخد العرعار واحد الكمية دي 5 درهم غادي ناخد غادي ناخد واحد الكمية دي 5 درهم دي لخزامة و5 درهم دي العرعار و5 درهم دي الأمو الناس إذن عندي ثلاث مكونات العطر ديالك غادي ناخد هاد الخزامة وهاد العرعار أم الناس وغادي إن شاء الله نتحنهم غادي نردوهم مطحونين غادي نردوهم إن شاء الله مطحونين وغادي نرشوهم بالريحة غادي نضيفو لهم قليل من ماء الورد وغادي إن شاء الله نحاولو أننا نجمعوا ذلك الكويرات بعد ما غادي نقرأ لهم هاد القراءة أول حاجة بعد ما تحنت العرعار وتحنت الخزامة تحنت أم الناس رشيتها بالريحة ضفت لها إما ماء الورد وإما ماء الزهر غادي نعجنهم ونردهم كويرات بعد ما غادي نديرهم كويرات غادي نقرأ لهم غادي نسرحهم في واحد الوعاء باش ما يتلاسقوش خاصوا من الشو ولكن الوقت اللي غادي نكون نعدك المكون غادي الخلطة عجيبة لطرد النحس وجلب الزواج بإذن الله غادي إن شاء الله نقرأ لهم هاد آية للإبطال وصورة الشرح وصورة الواقعة سورة الواقعة سنبدأ بالفاتحة مرة واحدة سنقرأ بحول الله سورة الواقعة سورة الواقعة كاملة سنقرأ ونفتع لذلك الكويرات سنجلب بهم حظي ونطرد النحس سنقرأ سورة الكوتر سبع مرات سورة الناس سبع مرات سنقرأ آية الإبطال سبع مرات آية الإبطال تلك أنه عندك عوارد سبحان الله بإذن الله العرعار والقراءة مع الخزامة لتجلب الحظ بإذن الله ستحيد النحس أم الناس تجلب الرزق تجلب الزوار إلى العتبة إن شاء الله بحول الله وقوتي هذا العدد اللي خرج لك في الكويرات ستتبخري ثلاث أيام في الأسبوع فقط اختاري الأيام السعيدة الأيام الزوينة متبخري إما في الصباح إما في الدور إما في العصر إذن بعد ما قريت سنقرأ آية الإبطال أعود بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلحوا عملاء المفسدين المفسدين إن شاء الله نقرأها سبع مرات ولكن الآيات اللي كررت تكرهم سبع مرات غادي تقرأي الدعاء ديالك الدعاء اللي غادي نخليه ليكون مكتوب لجلب الناصيب في وقت التبخير الوقت اللي تكون التبخري غادي تتحضري مجمر فيه فحم وغادي إن شاء الله اللي ما عندوش فحم يدير مقلات ولكن أحسن بخور هو اللي تكون بالفحم الفحم ده بادك الدائري دي ما تنصح به ما فيش رحة ورائع في التبخير القطعة تتعمل صاشية ديالفحم خمس دراهيم في عشر قطع إذن قطعة وحدة تبخر لك الدار كاملة إذن أنا تستعملوا تنستغرب أن هذه القطعة دائرية صغيرة ولكن تبخر لك كل شيء ومازال تكمل وباقى شعلة بإذن الله هذه الفحم رائع ديالشيشة اللي تديروه في الشيشة إذن تنتمنى لكم تديروا هذه الصيغة الربانية لأنها رائعة وأكتر من رائعة الوقت اللي تبخر البنت ثلاث أيام ما تتبخريش متتابع تبخري ثلاث أيام متفرقة بحال يوم الاثنين يوم الأربعاء يوم الجمعة أو يوم الخميس ويوم الأحد انتم ما في الاختيار ثلاث أيام الوقت اللي تكوني جالسة إما البخور عندك من الصباح حتى العشاء مشي مشكل مشي الحرمل الحرمل اللي عنده وقت فقط أما هذه العرعار والخزامة أم الناس تبخري في أي وقت ولكن نفضل أنا ما بين العصر والمغرب أو ما بين الدهر والعصر إذن أو الناس اللي سيبغوا يتبخروا في الفجر أحسن بخور هو وقت الفجر إذن الآن غدا ناخد والبنت الوقت اللي تبخر أنها خاصها تحل قاع الحاجة اللي محزومة عندها عقد في الجسد ديالها بحال الحزمة الشعر ديالها تحيد كل شيء وتبقاها بعباية ديالها وتبقى تبخر بها ديك العباية دائماً تخليها ببخور ديالها الوقت اللي تبخر تحيد هذيك القطعة اللي تتبخر بها وتجمعها وتخليها وقت اللي تبخر بها ثلاث أيام على الأقل تدري ثلاث أسابيع ثلاث أسابيع كل أسبوع غالي نتبخر ثلاث أيام في الأسبوع أيام متفرقة نحاول أنني نقدر في الشهر نقسم هذيك ثلاث أسابيع نقسمها نقدر نديرها الأسبوع اللي ويل نخليتها الأسبوع الثالث أو الثاني المهم ثم في الاختيار على حسب عشنو بغيتو على حسب القدورات ديالكم كي اللي يقدر يتوصغ غير في المقلة راتية صالحة نديرها في المقلات ونتبخر ونجمع عدوك البقايا ديالها اللوحة في مكان عاشب البخور بالفحم تيسير أي عشوة تتصير رماد إذن هاتش لاش يدروا الفحم رائع أو أكثر من رائع في التبخير إذن نحاولوا أننا نديروا هاد الكويرات نديرهم في شي وعاء محكم الغلق ولكن تينشفوا مزيان عادة نحطهم ونبقى نهز كويرا ونتبخر بها بعد ما قرأت عليها قراءة وحدة أتقرأ عليها مرة وحدة فقط وتخليهم في شي مكان طاهر ويتبقى يتبخري إذا كان خوك معطل على العمل يتبخر بهذا البخور كان إنسان معطل على الرزق صالح لي معطل على الزواج إذن أحبابي ما بقى ليما نقول لكم في هذه الصيغة الله يفرحكم الله يعطيكم السؤال لكم ويعطيكم مبتغاكم في كل الأمور اللهم اصلح حالكم اللهم فرج همكم واعطيكم سؤالكم يا رب العالمين إذن الدعاء في آخر الفيديو حاولوا أنكم تأخذوه تقرأوا بإذن الله في وقت البخور نكتبوه ونقرأ بإذن الله ترجمة نانسي قنقر إذن حبابي بعد ما قرأتوا الدعاء إن شاء الله تنتمنى لكم حد سعيد تنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ما تنسوش لايك ما تنسوش الدعم ما تنسوش أنكم تحطوا لايك على الفيديو باش أنكم يستفد أي واحد شفت الفيديو غادي يستفد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر